وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمنية المحددة لها وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال اجتماعي السيادة الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة وكذا في عمليات التحديث الحضاري الوطنية ويسهم في استعادة الوجه الحضاري لكافة مناطق الجمهورية وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة بما يحافظ على استدامة تلك المدن وقدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الانتاجية والتجارية مؤكدا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف بالإضافة لاستعاب الكثافة السكانية وحسن توزيعها في أنحاء البلاد إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري اشتركوا في القناة